السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل التكلم أثناء الأذان يمنع من النطق بكلمة التوحيد عند الموت تعالوا نعرف بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم حضرتكم ملاحظين في الفترة الأخيرة كثير جدا من الخرافات والأكاذيب والبدع والأحاديث الموضوعة بتنتشر على السوش الميديا وراها مين؟ ما تعرفش وراها ناس بيعادوا الإسلام يعني ولو كانوا يلبسون عباءة الإسلام عفان الله وإياكم ما تعرفش الناس دي ايه هدفها من وراء نشر الأكاذيب والأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم انتشر على السوش الميديا في الفترة الماضية وليت ناس كثير جدا مشايرين الكلام ده أن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من تكلم أثناء الأذان لا يستطيع أن ينطق شهادة أن لا إله إلا الله عند موتي فما صحة هذا الكلام والجواب أن هذا الحديث موضوع ومكذوب على النبي ولا أصل له ولا تحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام غير صحيح لأن الكلام أثناء الأذان جائز لا حرج فيه وإن كان الأولى ركزه معايا يعني يجوز أن احنا نتكلم أثناء الأذان ماشي واحد بيكلم والده أو بيكلم والدته أو فيه حاجة معينة أو ضرورة معينة وبيتكلم لا حرج في ذلك ولكن الأولى أن احنا نردد خلف المؤذن حتى ننال الأجر والثواب العظيم المترطب على الترديد خلف المؤذن إذن فهذا الحديث لا أصل له ما فيش حاجة أسمها أننا لو يعني لو تكلمت أثناء الأذان فهاجة عند الموت لا أستطيع أن أنتق الشهادة هذا الكلام غير صحيح يعني ما أقدرش أقول كلمة التوحيد عند الموت بسبب أني كنت بتكلم وقت الأذان هذا كلام غير صحيح وإنما هو لإدخال الرعب والخوف على قلوب الناس بشكل غير طبيعي وغير صحيح والخوف مطلوب خذوا بالكو إحنا الأمة نعيش بين الخوف والرجاء يعني ما نقدرش نقول إحنا عايزين نؤمن الأم على طول ولا نخوف الأم على طول الخوف له موضعه والرجاء له موضعه فالإنسان لابد أن يعلم هذا طول ما إحنا عايشين في مرحلة الصحة والشباب فلابد أن نغلب جانب الخوف شيئا يسيرا بس ما نوصلش لدرجة اليأس عشان بس الخوف يرضعنا عن الذنوب والمعاصي واضح كده؟ طيب عند أواخر العمر نغلب جانب الرجاء حتى نلقى الله ونحن عندنا حص نظن بالله كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحصن الظن بالله وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسنة دين صحيح قال أنا عند ظن عبدي بيه فليظن بيه ما شاء وفي رواية إن ظن بيه خيرا فله وإن ظن بيه شرا فله لكن الإنسان ما يجيش يجيب أحاديث مكذوبة عشان يخوف في الناس إنما يكفينا أن نذكر الناس إن فيه أخرى وفيه حساب وفيه يوم هنقف بين يدي الله فعملوا حساب هذا اليوم الحقوا أدركوا أنفسكم بكثرة العمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل والتحلل من المظالم وهذا يكفي إن إحنا نقول للناس كده عشان يخافوا من اليوم اللي هم هيخرجوا فيه من الدنيا دي وهيحاسبوا على كل ما قدموه فالإنسان لابد أن هو إيه يعني لما حتى يذكر الخوف يذكره ولا يوصل الناس إلى اليأس وما يوصلهم شي للخوف من خلال أحاديث مكذوبة فعندنا من الأحاديث الصحيحة ومن الآيات الصريحة ما يكفينا لأن نحن نعلم الناس كيف يخافون من الله وكيف يتقون الله وكيف يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة الأجمعين العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله وكذلك جعلناكم أمة وسطة فإحنا أمة الوسط لحنا مع التخويف الشديد أوي ولا مع يعني يعني نعمل البحر طحينا للناس بحيث أن هم يتقرأوا على معصية الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يرزخنا وإياكم الخوف من الله عز وجل وخشية الله والرجاء فيما عند الله وحسن الظن بالله وأن يجعلنا ممن يعبدون الله عز وجل حق عبادته وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته